مضو الخطيبة هو الرسائل اللي بتتقال في اللحظات دي لكل اللعيبة كلام مهم جدا والرسائل بتبقى واضحة ومباشرة وفي نفس الوقت انت بتتكلم على مرحلة مهمة ومشوار مهم وتوقيت تقدر تقول هو اهم توقيت في الموسم الحالي توقيت مباراة سانداونز ما عندكش اي مباراة سواء قبل او ما بين المباراتين الزهاب والاياه فبالتالي انت تركيزك كله منصب على مباراة سانداونز يوم السبت الجاي ومباراة العودة السبت اللي بعديه بالمناسبة النادي الاهل حتى في الاطار للتجهيز اللوجستي والتجهيز الاداري بعد المباراة مباشرة الفريق في اليوم التالي هيتوجه من مطار القاهرة للسفر الى بريتوريا والحصن الحظ يعني حتى في طريق عودة فريق سانداونز الى جنوب افريقيا هيكون فريق النادي الاهل نفس الطيارة مع فريق سانداونز العائد الى جنوب افريقيا فبالتالي الفريق حتى في تحضير لمباراة العودة في تجهيز لفكرة التوقيتات المناسبة أنك تتمرن وتاخد من صحة وقت قبل مباراة العود ده شيء مهم جداً ونحن نتكلم على الاستعدادات الخاصة بمباراة سانداونز إن شاء الله بإذن الله لأستاذ القاهرة يكون في أجمل طلة وأجمل حلة في حضور الجماهير إن شاء الله يوم السبت القادم لأن جمهور الأهلي في مباراة الأهلي وسانداونز على أستاذ القاهرة هيكون العامل أو اللاعب رقم واحد وجود جماهير الأهلي في هذه المباراة والمسندة والتشجيع والمؤذرة هيفرق كتير قوي قوي مع فريق النادي الأهلي بالإجاب ومع الفريق المنافس بالسلب لأن كمان الأجواء اللي أنت رايحها في جنوب إفريقيا مش هاخفى عليكم سر أنت قد إن كان بتحاول توفر كل الأمور اللي تساعدك على أنك تحق نتيجة إجابية في مباراة القاهرة لأن المنافس في مباراة العودة كان من الطبيعي أن مباراة يكون الساعة 6 وحتى الاتحاد الإفريقى وبيحدد مباراة الجولة مباراة الأياب في دور الثمانية مازم بملعبه في أضواء كشفة يلعب الساعة 3 الوداد والنجمة يلعبه يوم السبت بالليل الساعة 9 فكان مباراة ساندونز والأهلي المفروض يتلقى بالساعة 6 لكن ساندونز اختار ملعب لوكاس موريبي أنت تلقى فيه المباراة الساعة 3 لأن فكرة الأضواء الكشفة أو فيه انقطاع للتاريخ قهربائي قال لك أنا استحال ألعب على هذا الملعب بأضواء كشفة أو بالليل فبالتالي هو حقه طبعا يحدد الملعب وحقه أنه يحدد التوقيت المناسب بالنسبة للملعب اللي هيلعب عليه فبالتالي هو عايزة استغلت فكرة أنه يلعب الساعة 3 العصر فمباراة العودة رسميا هتكون الساعة 3 العصر عشان كده فريل أهلي بعد مباراة 29 فبراير 24 ساعة على طول بعد المباراة الفريل يتوجه على طول إلى بريتوريا ويكون على نفس الطائرة اللي فيها فريل ساندونز عشان تستعد لي مباراة العودة فيه تحضير جيد جدا لهذه المباراة سواء في الزهاب أو في القيام نعد المباراة الأولى وفيه كلام كتير جدا هيتقال على المرحلة الجاية خصوصا وتحديدا المباراة العودة والظروف المحيطة بمباراة العودة واختيارات الاتحاد الإفريقي للأطقم التحكمية لهذه المباراة في الفترة اللي جاية لكن قدر إن كان في الجزء الأول من هذه الحلقة كان مهم جدا نتكلم عن فرقتنا نطمن على فريل نادي الأهل قدامنا هو كهرباء قدامنا مراوان محسن فيه حماس وفيه إن شاء الله بإذن الله معاهدة وتعهد على فكرة إن الأهل إن شاء الله يقدي مباراة كبيرة جدا وفي النهاية إنت عايز توصل أفضل نتيجة ليه تساعدك في مباراة العودة نتيجة البطولة الماضية خلاص زمن وانتهى إنت بتشتعل على المباراة اللي قدامك اللي بيرجليك إنت تلعب على فكرة 1-0-2-0-3-0 مهم تخرج بالنتيجة أفضل ليك إن ما يخشش في مرمك أي هدف تعمل نتيجة إجابية تساعدك على مباراة العودة إن شاء الله في جنوب إفريقيا والوضع السنة دي غير السنة اللي فاتت وإن شاء الله نادي الأهل يكون قادر على تخطي فريق سانداونز والتأهل للسيمي فينال بإذن الله طيب الجزء الثاني من الإنترو وهو متعلق بقرارات اتحاد كرة القدم أو تحديدا قرارات إدارة المسابقات اللي اتخذتها النهاردة بشأن مباراة الأهلي والزمالك هذه المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع خدوا بالكم الكلام اللي جاي ده عشان فيه نقاط لازم تتشرح للناس بشكل بسيط أنا طبعا عارف في الفترة الأخيرة كل كلامنا عن اللوائح كل كلامنا عن القوانين كلام في القرى بقى قليل جدا بس مكبر أخاق على بطل يعني كل الأحداث الرديلة للأسف هي اللي وقدانا في السكة دي محتاجين نتكلم في القرى كتير محتاجين نتكلم على الأمور الفنية نصطديف ناس بتتكلم في الأمور الفنية لكن الأحداث القرواية في مصر للأسف هي اللي بتجر الناس لهذه المنطقة لكن عموما عشان نشرح للناس الفكرة في اتخاذ هذه القرارات ليه القرارات صدرت من لجنة المسابقات مش من لجنة الانضباط لأن أي أحداث متعلقة بالمباراة نفسها ده من اختصاص لجنة المسابقات وده يخليني أسأل على مباراة السوبر ليه لجنة المسابقات